دكتور الحقيقة يعني المشككون ما تركوا شيئا إلا وتكلموا فيه وربما أيضا حتى آيات كما قرأت اليوم حتى آيات البحار وآيات الكلام عن البحار يقولون كلام كله تشكيك أنا أعرف أنه لا وزن له ولكن من باب إقامة الحجة ما ردكم على هؤلاء الحقيقة هؤلاء المشككون لم يتركوا شيئا إلا وشككوا فيه بكل شيء ومن ضمن ما قالوه آيات البحار قالوا ليس فيها أي إعجاز علمي يا سلام هناك آية عظيمة في القرآن الله تبارك وتعالى يقول فيها موج من فوقه موج إذا أخرج يده لم يكد يراها هذه الآية في سورة النور فسرها علماء الإعجاز على أن هناك موج عميق أمواج عميقة وأمواج سطحية وجاءت فرصة هؤلاء المشككين بعد عام 2000 ليقولوا لقد كشف العلم وجود تيارات مائية وليس أمواج وهناك فرق بين التيار المائي والموجة فرق كبير نعم التيار المائي قد يكون له شكل أي شكل معين قد يكون شكله مستويا صحيح وتيار يسير صحيح مثل التيار الكهربائي مثلا صحيح ولكن الأمواج الموجة لها خصائص فيزيائية محددة لها طول موجة لها تردد لها نظام محدد نظام محدد نعم يختلف عن التيار جميل في اللغة العربية لا يوجد تيار يعني في القرآن الكريم هذه الكلمة غير واردة صحيح فالقرآن استخدم كلمة أمواج أو موج هكذا كان التفسير وكان سببا في إلحاد البعض حتى إنهم قالوا لو كان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لجاء بالكلمة المناسبة وسبحان الله بدأت أتأمل أنا هذه الاكتشافات هذا كلامهم ووراءهم يعني نعم نعم ودخلت ولم أجد شيئا للأسف ولكن انتظرت هذا الكلام قبل عشرين عاما يعني أحدثك وانتظرت حتى عام 2011 فتحة لك وإذا باكتشاف علمي جديد وصادم بالنسبة للعلماء يقولون بالحرف الواحد وعنوان ذلك الاكتشاف أيها العلماء يكتشفون الأمواج العميقة deep waves لغة الإنجليزية نص عندما تطلع على البحث يقول لك البروفيسور قائد الفريق العلمي يقول نحن لم نكن نتخيل وجود أي شيء على أكثر من عمق 200 متر وإذا بأمواج على عمق 5000 متر يبلغ ارتفاع الموجة أكثر من 500 متر هذه تحت البحار في الأعماق نعم الأعماق هذه الموجة شدتها عشرة آلاف مرة الأمواج السطحية التي نعرفها وكيف فرقوا بينها وبين الموج العالي أو على السطح عندما أرسلوا غواصات إلى أعماق المحيط نعم وأرسلوا مجسات وكاميرات أيوة لتصور هذه الحركة للماء جميل ودرسوا عدة مناطق وجدوا أن هذه تيارات المائية التي كانوا يسمونها تيارات مائية أيوة لها شكل الموجة سبحان الله فغيروا التسمية لم يعد الآن لا أحد يقول تيار ما يقول أمواج عميقة وجاء مطابقا للآية القرآنية الله تعالى ماذا قال يقول سبحانه وتعالى أوك ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم سبحان الله إذن نحن الآن أمام حقيقة علمية تتجلى أمامنا اليوم وأمام وصف قرآني دقيق جدا طب الآية تتضمن عناصر أخرى تتضمن عنصر الظلمات وجد العلماء أن الضوء لا يمكن أن ينفذ على هذه الأعماق فهو ظلام شبه كامل يا للعجب الله أكبر لا أحد يتصور أن النبي الذي لم يركب البحر في حياته صلى الله عليه وسلم أنه يعلم هذه الحقيقة صلى الله عليه وسلم هذه الطبقات من الماء تحجب الضوء كلما نزلت إلى الأسفل تحجب حتى تصل إلى أعماق أكثر من ألف متر لا يتبقى شيء من هذا الضوء الله أكبر إذا أخرج يده لم يكد يراها قالوا هذا خطأ علمي لأن الضوء غير موجود وبالتالي يجب أن يقول لا يراها لماذا لم يكد؟ يعني هناك معناها ضوء خفيف جدا صح؟ نعم نعم عندما نزلوا في المرة الثانية أتصور عام 2016 إلى أعماق المحيط الهادئ على عمق 11 كيلو متر ماذا وجدوا؟ وجدوا في هذه الأعماق الشديدة الظلمات وجدوا كائنات تتميز بما يسمى الإضاءة الحيوية تبث الضوء لترى طريقها سبحان الله خلقت مضاءة إذن هذا الذي ضرب الله به مثلا أعمالهم والذين كفروا أعمالهم كسراب نعم بقيعة يحسبه الضمآن ماء نعم حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات إما سراب أو ظلمات سبحان الله تخيل حال هذا الكافر وكأنه يعيش تحت هذه الأمواج العاتية التي تقدر قوتها بعشرة آلاف ضعف الأمواج السطحية وارتفاعها أعلى من ناطحات السحاب ولا يوجد إلا ضوء هذه المخلوقات هذه الأسماك العميقة وهو ضوء صاعق يعني إذا اقتربت منها تصعقك سبحان الله لأنها تولد تيارا كهربائيا عالي التوتر سبحان الله إذن إذا أخرج يده لم يقل لم يراها أو لم يرها لم يكد لأن الله يعلم هذه الكائنات التي خلقها أنها تضيء تخيل إنسان يعيش في هذه الأعماق ما هو حاله؟ هذه حياة المشكك اليوم الله أكبر أحسنت دكتور على هذه المعلومات القيمة يعني بعد هذا الكلام القيم العلمي الموثق والذي يستطيع أي مشاهدة أن يرجع إليه إلى موقعكم بالأبحاث التي ذكرتها ونحن هنا نضغط فقط المعلومات وليرجع من شاء إلى توصيلها ولكن نريد أيضا في حلقتنا أن نرى توثيقا علميا لما تفضلتم به حتى يعني تتم الفائدة طيب يمكن الآن أن نرى هذه الدراسة التي أجريت مؤخرا واكتشف من خلالها ما يسمى بالأمواج العميقة وكيف في أي منطقة يعني جرت بالأرقام والحقائق طبعا هذا فيديو 3D إنتاج إحدى الجامعات الغربية هنا منطقة مضيق لوزان حيث أنزلوا هذه الغواصة وبدأت تنزل إلى هذه الأعماق وهناك جهاز أو مجسات تتحسس حركة الماء وهذه المجسات بدأت تهتز صعودا وهبوطا مع الموجة سبحان الله وأمكن قياس ارتفاع الموجة انظر هذا المجس كيف يصعد ويهبط سبحان الله أمكن قياس هذه الموجة من حيث شدتها وارتفاعها وطولها وهي أعنف بكثير من أمواج السونامي المدمرة التي تقتل مئات الألاف أحيانا سبحان الله موجة سونامي واحدة تقتل مئات الألاف ما بالك بهذه الموجة التي هي أضعاف مضاعفة يعني موجة سونامي عشرات الأمتار فقط هنا خمسمائة متر تصور يعني تحت البحر الله أكبر فهذه الأمواج لماذا خلقها الله رحمة بك أيها المشك كيف تدكتور لأن لولا هذه الأمواج لفسدت البحار والمحيطات منذ ملايين السنين هي تجري عملية مزج وتجديد للبحار باستمرار عجيب فتجد أن المياه تتحرك وتحافظ على درجة ملوحة معدل ملوحة محدد وتتجدد وتقوم يعني هناك دورة اسمها دورة الماء الكبيرة التي تتعلق بالبحر وبباطن الأرض وهذه الأمواج عندما تدفع هذه المياه تتسرب أجزاء منها إلى أعماق الأرض فتتشكل بحار أخرى تحت الطبقات النارية الملتهبة هذا البحر العميق على عمق ألف كيلومتر يتحكم بنظامنا نحن البشر على الأرض سبحان الله إذن هذه الأمواج العاتية جدا لها دور مهم في تشكل التربة على سطح الأرض سبحان الله لو اختلت هذه الأمواج العميقة سيختل معها هذا البحر العميق ونسبة الماء فيه وتختل معه تتغير كمية الحمام المنصهرة المتدفقة من الصدوع الأرضية وتختل كمية التراب ويختل النبات وتختفي الحياة على وجه الأرض إذن أيها المنكر عندما أكرمك الله بهذه النعم هل تنكروا نعمة الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ألا تشهد هذه الآية عندما قال الله تبارك وتعالى موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إذن أصبح لدي في آية واحدة عدد من المعجزات العلمية أولا من أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بوجود ظلمات في البحار هذا سؤال أول والسؤال الثاني من أنبأه بوجود موج على هذه الأعماق صحيح وليس تيارات كما كانوا يدعون موج ومن الذي أنبأه بأن هناك إضاءة خفيفة قال لم يكد يراها إذا أخرج هذا لم يكد يراها لم يقل لم يرها يعلم أن هناك إضاءة خف من الذي أنبأه بذلك ثم ختمت الآية التي في سورة النور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله أكبر إذن عدة معجزات علمية في آية واحدة هل يمكن لنبي أمي عليه الصلاة والسلام صلوات ربه وسلام عليهم المستشرقون يقولون لم يركب البحر في حياته أبدا ويعترفون بهذا نعم كيف يصف هذه الظواهر بالله عليك لو لم يكن رسولا صادقا في دعوته من الله وانا أتساءل يعني سبحان الله ومن أنعم عليك دكتور بهذه التجليات إلا الله تبارك وتعالى لكي تمتع من يسمعك بعلم يقربنا لله تبارك وتعالى أسأل الله أن يرزقك الإخلاص وفعلا الحلقة دي النهاردة أحبت أشكرك دكتور على هذا الإدلاء بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر